أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام من هذه المدينة الجميلة إلى بغداد الأجمل والأروع بناسها وشعبها وطريقة حبها واشتياقها اليوم حورنا يتحدث عن موضوع التمكين المرأة وراح يكون يعني ضيط مختص أكيد شرف أن اليوم الدكتورة مر ومنعن رئيس قسم تمكين المرأة في جانب صحة الكرخ أهلا ومرحبا بك في سبع خير صباح الخير دكتورة وكل عام وأنتي بألف ألف خير وإن شاء الله دائما المرأة قوية وتشغل كل المناصب آمين صباح النور أحب أصبح عليكم ست زينة وأبو ذر وأصبح على المشاهدين الكرام بهذا اليوم الجميل بمناسبة يوم المرأة العالمي اللي هو فعلا كان يوم جميل وانت بألف خير فعلا كان يوم جميل وكانت أجواء جميلة وتحس أنه حتى سبحان الله عايدنا أنه بمطر جميل كانت أجواء كلش حلوة خصوصا أنه احنا يعني بهذا اليوم المرأة تحب دائما المرأة تكتفي وتنتعش بالكلام الإيجابي والطاقة الإيجابية في صحة الكرخ البارحة شهدنا احتفالية جدا جميلة توزيع هدايا للنساء النشيطات بأعمالهم فكانت الأجواء كلش حلوة وإيجابية نعم طيب دكتورة بالبداية خلينا نعرف ما هو تمكين المرأة أو ما هو دور تمكين المرأة في مساعدة المرأة أنها تحظى بحياة أفضل تمكين المرأة كتعريف باختصار يمكن هو مصطلح جديد في دوائرنا ومؤسساتنا تمكين المرأة هو قدرة المرأة على اتخاذ القرار بما تمتلكه من موارد وطاقات إنتاجية وأيضا حصولها على حقوقها وقدرتها على الاستفادة من هذه الحقوق نعم يعني إحنا اليوم نشهد أنه القانون العراقي يعطي حماية للمرأة على الأقل الحماية الجسدية من العنف لكن مو كل النساء هما مستفادين من هذا القانون فنقدر نقول تمكين المرأة هو قدرة المرأة على الاستفادة من الحقوق اللي تمتلكها زينا أنا أسألش دكتورة يعني وأتمنى أنه يكون هذا حوارنا هو حوار بسيط نعم ما هو الدور المهم الذي قدمته هذا الأقسام اللي كانت أنه بمراكز الطبية أو بيئة الوزارة أو بمجلس الوزراء نعم من تمكين المرأة واليوم كلنا نعرف وأنت جنابك الكريم يعرف أنه كثير من النساء لليوم هم معنفات ومظلومات وجالسات ببيوتهم تمكين المرأة هو يشمل عدة جوانب فأني رح أتحدث عن تمكين المرأة من الجانب الصحي من الجانب الصحي تمكين المرأة هو تقديم الخدمات الصحية للمرأة المعنفة يعني إحنا طوارئنا في جميع العراق تشهد دخول نساء متعرضات للضرب وقد تكون متوسطة أو ضربات شديدة أحياناً توصل إلى دخولها احتمال لصالة العمليات بسبب الضرب الشديد فإنه من الناحية الصحية إحنا واجبنا نقدم أول شيء الرعاية الطبية أنه تكون تتعالج جسدياً ثانياً نقدم الدعم النفسي لأنه أحياناً قد لا يكون العنف ضرب ممكن إحنا تجينا حالات كثيرة هما يدخلون مباشرة للأطباء النفسيين يحتاجون للدعم النفسي تكون هي تحتاج لدعم نفسي أكثر مما هو جسدي فعلاً العنف النفسي أو العاطفي العنف الاقتصادي الحرمان هذا كله ممكن والله كلنا نتعالج إلا العنف العاطفي طيب الدكتورة مع الآلية والإجراءات المتبعة ضمن صحة الكارخ نعم نحن بصراحة هو موبا صحة الكارخية أو وزارة الصحة بصورة عامة نحن صار تقريباً بحدود سنة أنشأنا هذا القسم كوادرنا أهلناهم دخلناهم ببرج تدريبية خليناهم قادرين على استقبال المعنفات المعنفة نبقى نتواصلوا إياها دائماً نحاول نوعيها بحقوقها نوعيها حتى نوعيها أنه هي تقدر تشتكي أنه هي تقدر طبعاً إحنا في شبكة متصلة مع الشرطة المجتمعية والداخلية طبعاً يمكن ما يخفى عليكم المشاجرات اللي تصير بالطوارئ والعنف اللي يتعرض للأطباء واحدة من أهم الأسباب للعنف ضد الأطباء هذا أيضاً عنف أنه لما يكون هناك أطفال تحت سنة الخامسة هذا ما أقدر أنا أجي أقول أروح أشتكي لأنه ما عنده القابلية يجوز حتى على الكلام فهنايا منه رح يكون أول شخص الحالة ويعرف هو الطبيب نحن لا نتحدث فقط عن مستشفيات الكرخ لكن حتى في المناطق الطرفية في كل العراق لما الطبيب يبلغ عن هذا الطفل أنه هو متعرض للعنف من قبل الوالدين الطبيب هنا رح يكون ضحيء للتهدي هذا يعني أنه يكون اتصال ما بين المراكز الصحية و بين الشرطة المجتمعية والشرطة المجتمعية و حماية الأسرة هذا السياق صار بحدود السنة تم تفعيله هناك جلسات نقاشية عن سياق العمل بصورة مستمرة مع الشرطة المجتمعية و حماية الأسرة و الصحة نعم دكتور عفوني يعني أنتي تحدثت عن موضوعة الوعي بهذا الموضوع نعم بتقديم الشكوى والتواصل ما بين الشرطة المجتمعية و ما بين أيضا المراكز الصحية والأسر و أقسامكم اللي هي أقسام تمكين المرأة نعم خلت أتحدث عنه شنو الطرق اللي ممكن إحنا اليوم نقدمها للمواطن لنشر الوعي تحدثت عن الوعي نعم شلون نشر الوعي بهذا الموضوع شنو الطرق اللي ممكن نسويه تحدثت عن الندوات غير الندوات شنو ممكن نسويه يعني أنا اليوم هسا أتحدثوا يا أتشواني إعلام مقدم برامج بالعراقية القناة الرسمية ما أعرف أرقامكم أصلا ما أعرف أرقام الشرطة المجتمعية تعرفين هذا الموضوع نعم وأنا أتحدى أي واحدة هسا موجود يعرف أرقامكم نعم ما أعرف ذا أنتم تعرفين الأرقام بصراحة هو إحنا يعني ناقشنا بهذا الموضوع أيضا في اجتماعاتنا بصورة مطولة أنه الإعلام هو دور أساسي بالمجتمع نعم يعني أساسي جدا يكون تحريك المجتمع كله من خلال الإعلام فإحنا اشتغلنا صحيح على مستوى ضيق فقط تجاه المرضى لكن هي كل أمرأة تجاه مدوات المغلقة بقاعات هذه ما تفيدي أكيد طبعا فإنه الشرطة المجتمعية إحنا معلقين أرقامهم في كل الطوارئ وبها نصائح للمرأة في حالة تعرضها للعنف الشيء الجميل أنه حاليا المرأة تقدر تشتكي حتى وهي جالسة بالبيت المساعدة ممكن توصل لها إلى أقصى مكان وهذا اللي لازم يموضح دكتورا مجرد أنه الاتصال برقم الشرطة المجتمعية وتعطي اسمها الكامل وعنوانها خلص هي صار عندها محظر مفتوح في الشرطة المجتمعية أو حماية الأسرة ممكن تتوجه لها بأي مكان هي تكون موجودة بي نعم طيب دكتورا مفهوم ما تمكين المرأة هو حماية حقوق المرأة من ناحية السياسية وحقوقها القانونية ومن ناحية توفير حياة أفضل لها سؤال واقعي جدا هل المرأة العراقية ما أخذ كل حقوقها اليوم نحن من نجي نقول تمكين المرأة هل هو فعلا هذا الشيء جاري بأرض الواقع أم مجرد شعارات هو مو مجرد شعارات احنا مثل ما نعرف أنه الشعب العراقي بأطياف متعددة فهو مجتمعنا متكون من بيئات مختلفة نعم فنحن نقدر نشوف أنه أكو بعض المناطق والبيئات تكون بيها المرأة محصلة على كل حقوقها هي إلها القدرة على اتخاذ القرار إنسانة ناجحة متوازنة في حياتها الاجتماعية والأسرية في بناء أسرة صحيحة وسليمة للمجتمع وهي أيضا تعمل وهي أيضا تتخذ قرار وهي أيضا صاحبة منصب نشهد بيئة ثانية مختلفة تماما ما نقدر نعمم بكلمة واحدة عن كل نساء العراق في بيئة أخرى نجد أنه المرأة هي إنسانة في المنزل ما لها حق بيئة العمل ما لها حق أنه يكون لها مورد معيشي ثابت ما لها حق أنه تتخذ أبسط قراراتها حتى عن قراراتها الشخصية سورة يعني بما أنه حضرت الشيط تتكلمين والإعلام بشكل عام يتكلم وأنه المرأة ما قد حقوقها طيب مو من يعني المفترض أنه يكون أكو مباني خاصة بالنساء المعنفات بحيث أنه إذا ملقوا ملجأ يرحون لهذا المبنى يكونوا تحت حماية الشرطة تحت حماية الدولة بشكل عام حمايتها هي وطفلها يعني هسا نحن مثلا عندنا المرأة المعنفة تروح ترفع دعوة وين تروح بعديين بشكل واقع وين تروح بعديين يعني وين المكان اللي راح ترجع إلى مثلا إلى بيت زوجها أو إلى بيت أهله يمكن أهله ما يتقبلون أنه إحنا كمجتمع يعني ما نتقبل أنه مرأة تفوت مركز وتشتكي على أخوها أو تشتكي على أبوها هذا صعب جدا بصراحة هذا كان من ضمن المشاريع المطروحة لتمكين المرأة لكن هذا الموضوع هو يواجه معارضة دينية معارضة اجتماعية أيضا يمكن حضرت تشفتي المظاهرات لماذا معارضة دينية؟ عفوا يعني باعتبار أنه المرأة تخرج من بيت زوجها مرأة هي بسكن خاص للنساء اليوم آني بشكل واقع لو أريد أدافع عن حقوق المرأة لازم أوفر لها هواي أشياء أكيد حضرت تشفتي المظاهرات اللي قامت بها النساء بخصوص إقرار قانون حماية الأسرة هذا أيضا أكيد حضرتكم على طلاع أنه واجه معارضة أيضا دينية ومجتمعية من صناعة القرار صناعة دينية دكتورة وكل الدين مع المرأة الرسول مع المرأة القرآن مع المرأة المتقف دينيا والواع دينيا مع المرأة كل المتدينين الذين يعترضون على إقرار قانون لحماية المرأة هذولك كذابين أنا أقول لي شيئا بصراحة أنا محبة أدخل بموضع سياسية حاليا بس هي حضرتها وجهت للسؤال فأنا دعا أجاوبها عن سبب عدم وجودها كذا ملاجئ للنساء وعدم توفرها حاليا موجودة هي على نطاق بايق جدا أريد أن أردسلش نقطة استثمار الوقت نعم اليوم شنو الإجراءات اللي أنتو بصحة الكرخ الإجراءات والسياقات اللي تستقبلون بها المعنفات أو المتعرضات لهذا الضغط النفسي حسب نوع العنف اللي هي تعرضت له ففي حالة أنه هي تعرضت لعنف شديد فرح تدخل في ردها ضمن الفترة العلاج الصحي والنقاها وفي حالة احتياجها للاستشارة النفسية لحين تحسنها نعم طيب دكتورة شنو تحبين توجهين رسالة إلى كل أمرأة معنفة وما تقدر تصرح عن هذا الشيء أنا أحب أقول لكل أمرأة معنفة أنه نهاية العنف عنف أكثر شدة أنه تحملها للعنف هو ليس جزء من واجبها كأمرأة وقبولها بالعنف معناه أنه في المستقبل رح تقبل أنه يتعنفون أولادها وصغارها أمام عينها فموضوع أنه قبول العنف هو شيء غلط جدا وما أنصح أي أمرأة أنه تقبل بأي عنف مهما كان بسيط العنف اللفظي قد يتحول إلى جسدي والعنف البسيط قد يتحول إلى شديد ويتحول إلى أولادها وصغارها وقد يكون منتشر بالمجتمع نتمنى أنه كل الناس اللي يمثلك ومكانتش وبيقسم تمكين المرأة أنه يكونوا جادين بعملهم كل التوفيق إليك وكل عام أنت بأي في خير بعيد المرأة كل عام وكل النساء بأي في خير وكلش متشرفين في جودة كل عام وأنت قوية وكل عام وأنت صاحبة كلمة شكرا إليك دكتور شكرا جزيلا بتواجدتو يا أنا ببرنامج صباح الخير